أعلم بحضركم من جديد واستكمال تريند الأهلي والحديث عن ما كتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة لكن بالطبع النهاردة تدريب أساسي ورئيسي لفريق النادي الأهلي استعدادا لمباراة تلاقي الجيش يوم السبت القادم مباراة هامة جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي خاصة أن الدورة حسم وكل شيء انتهى لكن بالطبع مباراة هتجاهز فيها عناصر أخرى وتلايح عناصر أساسية وهيكون عندك استراتيجية قبل مباراة نهاية إفريقيا يوم 6 نوفمبر عزيز شريف شعبان من ملعب التيتش عشان نطمئن على آخر استعدادات الفريق ومواجهة طلاق الجيش في ختام مصابقة الدورة مساء الخير يا شريف مساء الخير عليك يا زميل محمد تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي قانات النادي الأهلي في كل مكان طبعا يمكن الفريق كان خد أجازة 48 ساعة واستقنف تدريباته بالأمس ومن النهاردة لغاية يوم الجمعة أكيد الجهاز الفني بيشتغل على مرحلتين مرحلة ختام الدورة مباراة طلاق الجيش إن شاء الله ثم مرحلة نهائي دور أبطال إفريقيا كيف يفكر الجهاز الفني في هذه المراحل وما تبعت اليوم في ملعب التيتش خاصة أنه خلاص قريب من مراحل حاسمة خلال أيام قليلة قادمة إن شاء الله بإذن الله طبعا إحنا في مرحلة حاسمة جدا بنقترب بشدة كبيرة جدا يا رب بإذن الله من حسم اللقب رقم تسعة لنادي الأهلي طبعا النجمة التسعة بإذن الله فرقم بإذن الله دعواتنا ودعوات كل الأهلوية إن تكون من نصيب النادي الأهلي ممكن الاجتماعات مستمرة بين الجهاز الفني بطبعا مقادة مستر موسيماني ومدير القرى الكابتن سيد عبد الحفيز لتخطيط له الفترة المقبلة يمكن بدأوها إن هيكون من أول اليوم المران هيكون التجمع الساعة الثلاثة والمران هيكون الساعة الرابعة عصرا إلى يوم الجمعة قبل الدخول في معسكر طبعا ليلة مباراة طلاق الجيش اللي تكون يوم السبت على استاد الأهل والسلام في ألسامنا مساء الأسبوع الجاي بقى بتخطط له من دلوقتي نخش معسكر دي يومين ولا تلاتة ولا أكتر من يومين ولا يوم واحد كلها في اجتماعات بين مدير الفني وكاتن سابطة طبعا سيد عبد الحفيز مدير القرى هيعلنوا عنها بعد مباراة طلاق الجيش ولكن الكل شغال على التحضير للأسبوع المقبل اللي عارفين أن مباراة طلاق الجيش تحصيل حاصل بالنسبة للنادي الأهلي حسب اللقب بفرق كبير جدا عن أقرب منافس ليمكن على ما أظن ما كانش لي منافس كمان في النسخة الدوري المحببة لكل جماهير النادي الأهلي فطبعا النهاردة المران شغال مسماني بيفكر في الناحيتين نحية مباراة طلاق الجيش يلعب بعض من النشئين النهاردة فيه مران فيه نشئين كتير جدا موجودين فيه مران الراجل ممكن أن نلاقي 3-4 موجودين في تشكيل مباراة طلاق الجيش من الوارد